مرحبا بكم مرحبا بالإخوان حيثما وجدتم ومرحبا باللي راهم لاحقنا من بعد مصادر مطلعة تقول باللي البارح حوالي الساعة السادسة ونصف مساء طائرة تابعة للئاسة الجمهورية أقلعت من بوفاريك المطار العسكري باتجاه المدينة الألمانية برلين هذه الصورة التي التقطت عن المرصد الدولي ليرصد كل تنقلات البرية نرى هنا طائرة قلعت من بوفاريك إلى برلين وهذا على الساعة يقول الأثنين 12 سبتمبر على الساعة ستة ونصف بعد المساء هذا الرحلة هذه خلت هذه التساؤلات مطروحة لأنه لو جاءت قال راح للباريز يقولوا مشاو يجيبوا شوية ويسكي للأقبال للشارشاب وصاحبه دروبي ولكا دي راح لألمانيا نعرف ألمانيا هي الوجهة اللي يمشي لها التبون باش يعالج لأنه أحسن منظومة صحية في إفريقيا في العالم العربي ما تخدرش تعالج المرض اللي يعاني منه عم يجي التبون طبعا الرحلة تكون في سرية تنبعة كما العادة يعني الشعب الجزائري ما هوش من حقه باش يعرف وين راح منعينا رئيسا على بلادهم ما عندهش الحقش بيعرف وهذه يعني نتيجة الحقرة اللي يتمارسها العصابة الحاكمة في الجزائر يعني الشعب الجزائري من يجموش يعفوش السلام لهذا أي تحرق يفتح الأبواب إلى كل تأويلات كل التفسيرات كل الاحتمالات يعني نقولوا طائرة هذه حسب مصادر يقولوا باللي نقلت عندما جاء التبون اللي أصبه بواعكة صحية طبيعي التبون رهو مريض شفناه في الخارجات ديالو يمشي متاقل شفناه مثلا حتى في تركيا ما يحكم التوازن ديالو أخونا قال كان خابط أنا ما نظن ما كان خابط لما وصل لتركيا حتى وليكن في الطيارة ضرب في أكاس وليسكي نشوفو كيف كان مثلا مع أردوغان جل تروح اليمين واخر تروح اليمين بعد يفوت أردوغان يجي على يمين بعد يجي على يصار ومن بعد يجي بدي يمسي خنونتو هذه طبعا ما هي صورة ما تشرفش الجسائر ما هي صورة عراج الدولة ولكن قلنا ما ليه يمن الفرود ما كان شي يسافر مدام يشوف روح وكان خابط ولكن مريض ولكن حر ولكن هو على كل حد تبون يراه مريض حتى رجل يقول لك دار لهم بروتاز ممكن جدا نحن لا نقول بالكاينة ولا مكاش منها كلها احتمالات كلها اخبار في غياب الخبر الشائعة تصبح مالية الشائعة la rumeur devient رين en absence de information هذا شي اللي يعفوه الناس كامل لو كانت هناك دولة وكاين مؤسسات وكاين احترام للشاب ويخبر الشاب في كل حاجة تصرع لا تكون تأويلات لا تكون تأويلات لهذا يقولون حتى ممكن يعمل فحص فقط لانه حتى الفحوصات لا تصلح في الدولة اللي فيها احسن منظومة صحية في العالم العام وفي افريقيا ما كاش هذه بهذا تبقى الباب مفتوحة نستنى غدوة غير غدوة اسكوا يظهر ولا ما يظهرش هذا والله لا نستنى ولا ظهر ولا ما ظهرش الظهور هو الوحيد اللي قادر يأكد او يكذب الاشاعة يعني ماشو واحد يقول لا هذا راه اكيد وكذلك لا مقف احنا من صورة التقطت من طرف المرس الدولي للطيران كل طائرة لرئاس الجمهورية انطلقت من مطار مفارك العسكري ماشى البرلين وش راح الديل في برلين هتعى المطار العسكري وتعى رئاسها نارف حاجة واحد رح يدون وهذا موال في ديرها هذا موال في ديرها تبقى انا مجلنا للشيفة يعني لانه رحيله سينقض الجزائر وسيكون رحمة الجزائر كي هو كي دروبي شنغريحة ككل عصابة مقش تنالهم الشيفة لما يمرضوا لانه انقاذ الجزائر خلاص الجزائر يكمن في رحيل هذه العراية اما عن طريق الموت او عن طريق ثورة وصعيبة بسيكون ثورة لانه هذو الناس يقمعون ناس مجرمين ناس قتالين ناس مستعدين يقتلوا الشعب الجزائري كامل يبيدوه باش يبقوا هما في الحكم خاصة انهم صبحوا مردين حتى على المنظومة الدولية حتى على مؤسسات حقوق الإنسان الدولية هذا اللي يعني بقى الأمل الواحد في رحيلهم باش عن طريق الموت ان شاء الله يجي فيهم زنس لا تديهم هذا هذه أمنية كل جزائري لأنه الناس هذين ممسيطرين على البلاد فارضين الروح مع الجزائر بأي حق يقتلوا يقمعوا يسرقوا يقتلوا يقمعوا يسرقوا ينهبوا كيف رح تحبسهم كان غير الموت يتحبسهم هذا بش بأي حقوق إذا هذا تبون مرضه رح يموت قلوا الله لا يردوا ولكن ولكن كان حاجة يقول الموت تدي وردة تشمها ما تديش زبلة حشاكم تغمها الموت تدي وردة تشمها ما تديش زبلة تغمها وتبون زبلة حشاكم سمعتوا زبلة قمامة كبيرة راهي تلقت الرائحة الكارهة تيلها في الجزائر وفي المنطقة كامل وفي العالم كامل ربي قدر خير بلادنا وربي إباد عليها ولدنا